الله أكبر ولدها طبعا لكن عدد كبير جدا من النجوم ما رحوش خالص ومحدش عارف ليه كده دنيا ساميل الغانم رامي رضوان وده أول ظهور لدنيا في تشييع بعد طبعا زهورة في حفل التكريم والديها في المسرح أول ظهور لها وتطلع عن هي عشان توضع الفنينة سهير البابلي لكن في عدد كبير جدا ما رحش ومحدش عارف السبب ليه كده الناس بتتخلى عن بعضها وما بيروحوش العزة برغم ان الدواجب وبرغم ان كل الفنانين كانوا مجتمعين في حفلة نجوم العرب وتكريمهم يعني انتوا موجودين طب ليه انتوا ما روحتوش العزة بتاع سهير البابلي محدش عارف لكن هم على كده على طول خلاص راح راح مش مشكلة بقى وإحنا حنشوف بعض فين تاني والدنيا فانية بس دي مش رسالة اللي انتوا بتقدموها انتوا المفروض رموز بتقدموا رسالة الرسالة اللي انتوا بتقدموها بتقدموها للناس انتوا تكونوا قدوة عشان في ناس كتير جدا بتتأثر بالفنانين دي وناس كتير قوي بتعتبرهم قدوة ليهم فياريت تكون انتوا خيروا القدوة يعني لما كن في زميلة من الزميل محترمة وقديرة من زميل جدا جدا وانتوا ما تروح لهاش كده محدش روح صراحة ما ينفعش بس احنا بس ايه بنتلع بوستات والموضوع كله بوستات على الانستجرام احنا زعلانين زعلانين والبقاء للليل بس من غير اي منروح حتى نودحها اللحظة الاخيرة حاجة بصراحة مش لطيفة ابدا ابدا وبكده خبرنا يكون خالص ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة وربنا يرحمه ان شاء الله